موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحي من قلوبكم احنا معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل طبول الفرح دقت في أوصات غير المؤمنين بوجود إله بعد حلقتين الدكتور سيد القمني موقع التجلي الأعظم لكن هل سيكون في دق طبولهم بعد النضع تحت المجهر ما سماه الدكتور القمني بحث أخذ منه 15 سنة خلونا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة اضطهاد بني إسرائيل في مصر هل تحر القمني الحقيقة هنا حب أهمس في أذن الدكتور القمني بكلام إله الكتاب المقدس اللي هو استخدم في بحثه أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون الحلقات دي هيظهر فيها إن كنت أكرمته ولا احتقرته مشاهدين إحنا يعني لينا طلب عندكم إحنا بنرجوكم تنزلوا حلقتين الدكتور سيد القمني على كمبيوتراتكم نزلوها عندكم النهاردة لو سمحتوا يعني قبل ما يشيلوها عشان هتكتشفوا معنا ما لم ولن يخطر على بال أخيرا إحنا بنعتذر بشدة لأننا مش هنقدر ناخد مداخلاتكم للحلقة دي ولا الحلقة الجاية كمان المادة اللي هنقدمها كثيرة جدا لكن بنعمة المسيح الحلقة الأخيرة هنخصص معظمها لمشاركاتكم بسرعة هنرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع أي مسلم شاف حلقاتنا في موضوع ملك اليمين كنا اتكلمنا فيها يعني تعقيبا على موضوع الدكتور سيد القمني صحيح حيسأل على طول أي مسلم حيسأل لما تطاول دكتور القمني على الإسلام أنت وقفتوا في صفه وعملتوا حلقات النهاردة لما بيتكلم عن التوراة أنتوا ستعملوا حلقات أكيد ضده هو ببساطة لما استخدم حلقات ملك اليمين كان منصفا مع الإسلام فاستخدم المراجع الإسلامية نعم وحينما اعترضوا الأحباء المسلمين إنه دمش في مراجعنا أنا بحثت في المراجع الإسلامية وقدمت لا كلام الرجل صحيح في المراجع الإسلامية فإذا الوقوف كان مع هل ما قاله في المراجع الإسلامية أم لا نعم وكان منصفا في بحثه مع الإسلام لكن مع التوراة هو لم يفعل ذلك مش بس لم يرجع للتفاسير المسيحية هو لم يرجع للتوراة أصلها يعني يأخذ من التوراة ما يريد قطعة ثم يترك الباقي الذي في التوراة لأنه يضرب ينسف نظريةه تماما وبالتالي دورنا هنا بنعمة الرب أن نقدم ما قدمه الدكتور ونضعه أمام المجهر وفي نطاق البحث والحوار دكتور القيماني لم يحترم في بحثه لا مسلم ولا مسيح ولا يهودي وخدع الملحدين الذين يصفقون له وأنا هنا في هذا البرنامج تحديدا ملزم بكل كلمة من هذه الكلمات التي قلتها أن أثبتها تماما وربما الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة وهي بنعمة الرب ستكون بتاريخ 14 يناير ستهم الملحدين كيف خدعهم الدكتور القيماني وأخيرا لم يحترم نفسه ولا تاريخه في البحث فما قدمه هو مجموعة من الأشياء غير الصحيحة غير الصادقة استنتجات غير الصادقة وادعا أنها بحثا وهذا بنعمة الرب سنقدمه في هذه السلسلة بداية من اليوم إلى يوم 14 يناير إذا شاء الرب وعطان عمر بنعمة المسيح طيب خلينا نبدأ لو نعرف المادة كثيرة عندك بداية أنا سأرسخ لكلامه اعتماده على التوراة ويقول أنا أعتمد على التوراة نشوف مع بعض فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى رحلتنا هي المقصود بها الوصول إلى جبل التجلي لكن الوصول إلى جبل التجلي ليس بالأمر اليسير البسيط الذي نرميه هكذا أو نلقيه هكذا ولذلك احنا بنأخذ الطريق من بدايته بدايته التاريخية وبدايته الجغرافية متى حدث الخروج في زمن أي فرعون بنخرج في الرحلة لمصاحبة النبي موسى وأتباعه من بداية ما بدأ الرحلة إلى أن انتهى إلى جبل التجلي ما ينفعش أبدا نتكلم عن جبل التجلي كده واقف لو أحده من غير ما نعرف الرحلة السابقة لكن في هذه الرحلة هناك روايات كثيرة جدا تطرح أسئلة والأسئلة وراها دهشة ليست القضية في الرحلة فقط وإنما ما يطرحه طريق الرحلة من مفاجآت تحمل تصحيحا لحقائق وتكشف عن حقائق تاريخية أخرى في رحلات التدقيقية داخل سيناء لما كنت ببحث على الموقع هناك اسم رفيديم حسب خراءة التوراة يعني زي منتوا شايفين بداية كلام الدكتور القيمني أنا حاطلع بمصاحبة النبي موسى ومن بداية الرحلة نهايته هذا كلامه حيطلع بمصاحبة النبي موسى لم يلتزم بالرحلة الموجودة للنبي موسى إطلاقا الأمر الثاني المزيع اللي بيزيع الكلام بيقولك الدكتور القيمني يضع تصحيحا لحقائق ما هي حقائق؟ إذا هي صحيحة؟ كلام حشو لملو فراغ ليس أكثر من ذلك يقول أنا أعتمد على التوراة وكلامه ما بين التصريح والتحريف الاعتراف والفقر إلى الشفافية في البحث يقفز على الأحداث هو لديه نظرية يأخذ فقط ما يناسبها ثم يسمي ذلك بحثا أنا سنطلق في أي وقت تحبت وأفين وأفيني إذن كلامه الاعتماد على التوراة حتى موضوع الخروج أصلا لو لم يكن هناك خروج لما كانت عشرات الآلاف من الخرائط رسمت للخروج وبالتالي خلينا أشوف برضو توثيق القاعدة الأساسية قبل الانطلاق في البحث فيديو رقم اثنين ونسمع أيضا كلام الدكتور القيمني مرة أخرى لاعتمادها على التوراة أنا ما وصلت البعم الحسابي بعدما حسبت الزمن مشيف زي ما قالت التوراة الزمن المطلوب إنه ربما يكون الموقع بعدية خمسة كيلو أو قابلي بسبعة كيلو أو شرقي أو غربي وأبدأ البحث عن اسم يتناسب ويتلاءم مع الاسم اللي ذكرته التوراة بعد مسير الثلاث أسابيع فمثلا وصلت إلى منطقة رفايدة دي أنا الحقيقة مش لاقي حاجة أقوله رفيا رفيا شكاية على باري بعدين اكتشفت إنه ستة عجوزة تقول رفايدة أنا عندي في التوراة الموقع قبل بوصول جبل التجلي مباشرة اللي هو آخر خطوة قبل الخطوة الأخيرة لجبل التجلي لقيت البلد اسمها رفايدة بير اسمه رفايدة جبل اسمه رفايدة وأنا بدور على مكان اسمه قريته رفايدين في التوراة يبه هو رفايدين يبه بالعبرية رفايدين جمع رفايدة واحدة الشرط الرابع أو الصفة الرابعة للمدينة التي نبحث عنها أن تقع على الساحل الغربي يعني دي بحر يبه الساحل هنا الغربي لبحر اسمه شوف وده بناء على الكلام اللي إلا التوراة السوف يعني البوس يعني البمبو وعشان البمبو ينبت لابد من إنه تكون مية ملحة بتصب فيها مية حلوة على الشطول دي ينبت البمبو غير كده ما ينبتش وده يأكد لنا إن لوحة الكارنك بتتكلم كلام مظبوط لما تلاقي إنها فيها مية حلوة ومية ملحة تحت المدينة وبناء على التوراة نفسها اللي بتقول فدفع الرب المصريين وسط البحر ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر السوف السوف يعني البمبو التوراة حدستنا عن مراحل انتقالات واضحة جدا لم يكن لديها غرض السياسي ولا ديني هي بتتكلم عن أماكن وأسماء مواضع وبالتالي علي أن أنا أصدقها في هذا لأنه ليس وراءها أي غرض هي بتحكي الرحلة من المكان الفلالي المكان الفلالي للمكان الفلالي فبالتالي تتبع هذه الأماكن ضروري يبقى إذن رجل يعني يرسخ في كلامه أهمية تصديق التوراة وإنه سيمشي تبع التوراة تماما عندي سؤال للدكتور القمني في بداية هذه الحلقة ما قيمت بحثك لحضرتك تعبت فيه على مدار أكثر من ساعتين ونصف تقريبا وانت بتحاول تثبت مدينة رعامسيس وتبحث عن مياه ما قيمت بحثك أصلا إن كان ليس هناك عبور ولا خروج لبن إسرائيل من أرض مصر إلى آخر هذا الكلام المهم ده سؤال يعني أرجو أنك أنت تفكر فيه أنا عنواني الكبير للحلقة النهاردة القمني وأكذوبة الاضطهاد النهاردة هتكلم بس عن الاضطهاد دكتور القمني يقول لم يكن هناك اضطهاد في أرض مصر لبن إسرائيل هنسمع فيديو رقم ثلاثة ونبدأ مشوار التحليل بتاعنا لكلام الدكتور القمني تفضلوا نشوف فيديو دكتور سيد القمني يكشف أولا عن أكذوبة الاضطهاد اضطهاد اليهود في مصر ويشرح كيف سرق اليهود ذهب المصريين أما الأغرف فهو حديثه عن المن والسلوان هم عاملين الفيلم كله على الحكاية دي أقصد أتباع الدين اليهود أنهم اضطهدوا في مصر أكذوبة الاضطهاد لو قرينا التوراة علشان نعرف ما شكل هذا الاضطهاد هتلا يبي يقول الآتي ومرروا حياتهم بعبودية في الطين واللبن الحقيقة يحنا لحد النهاردة أهلينا في القرى وأنا حضرت ده وأنا صابي في بلدنا قبل ما يطلع الطوب الأحمر ويخش القرى بوز القرى الطوب الأحمر دخل القرى بوز الأرض وبوز القرى بالبناسبة قبل ما كنا بنبني بالطوب اللبن كاللناس إحنا بنعمل بأدينا بيوتنا طين ونحط فيه العفش الرز ونعمله مع بعضه علشان يتماسك ونبني به هل إحنا كنا في حالة عبودية؟ فهذا الدعاء الحقيقة سخيف لكن في نفس الوقت التوراه نفسها بتعترف ما هي كلها متننخضات عشان نبقى عارفين يعني ما هو هي كتاب ديني صحيح لكنه كتاب تاريخ في المقام الأول بالنسبة للباحث وبالتالي من هذه التننخضات أن يقول مرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطم الطين واللبن هو نفسه بيقول أوردر إلهي أمر رباني زي وزي الوصية العشر لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضي أنا بوعدكم في الحلقة دي في مفاجآت بس المفاجآة الكبرى الضخمة يوم 14 بنعمة الربي يناير بيقول أنه يتعامل مع التوراة ككتاب تاريخي بعبودية قاسية وفي نفس الوقت لا تكره مصريا والجزئية الرابعة سرق اليهود ذهب المصريين أنا عندي أربع أجزاء عفوا حاخد المثل المقدم اللي أقدمه بيقول لك إحنا بنبني بيوتنا زمان بعفش الرز والطين هل كنا يعني بنعاني من اضطهض بداية أين أصحاب اصدراء الأديان عن اصدراء الإسلام اصدراء الإسلام هذه واحد على قناة القاهرة والناس يقول للمسيحين كتابكم المقدس كلهم متناقضات بينما بينكم احنا مش عايزين واحد يدافع عننا الكتاب المقدس فيه الحق يدافع عن نفسه خلوا بتوع اصدراء الأديان للأديان الضعيفة التي لا تمتلك الحجة في ذاتها نرجع لكلام الدكتور القيماني المسأل المقدم هو بيبني بيته بالطين والأرز ما سزاجة هذا المسأل هو بني إسرائيل كانوا في مصر بيبنوا بيوته ما الواحد بيبني بيته بيكون فرحان أنه بيبني في بيته هما اليهود كانوا في مصر في الوقت ده في مناسبة هذا الكلام بيبنوا بيوتهم الخاصة ده المسألة بتقدمها دكتور يعني فرحان مصر أمرهم ببناء بيوتهم الخاصة فقال هذا الكلام بنوا بيوتهم وكانوا مسترحين فيها ما قالوش الكلام ده لما بنوا بيوتهم قبل كده هل قالوا اللي احنا مستعبدين الدكتور القمني بيقفز على الحقائق هم استعبدوا لبناء مدن وهذا هو حق الحق الكتاب المذكور في التوراة السؤال لماذا لم تذكروا يا دكتور لماذا لم تذكر هذه الجزئية تحديدا بعدين أنا حعند لك مفاجأة طبعا وقفزته وقلت لنا بيبنوا بيوتهم المفروض أنت بتلتزم بالكتاب اللي قدامك تأخذ كل اللي فيه لكن إنك تقول ما فيش اضطهاد أصلا كانوا بيبنوا بيوتهم ده مش موجود في التوراة التوراة ليس فيها أنهم كانوا يبنون بيوتهم الخاصة السؤال ليه أنت ده قدامك وسبتو ده يدخل بينا للنقطة التانية يعني هم لم يستعبدوا في بناء مدن لحسب كلامه أدخل في النقطة التانية خليك معايا كذا اللي هي أكذوبة الاضطهاد نأخذ أولا كلام الرب نفسه عن تسخير المصريين لشعب إسرائيل توراة بتاعتنا كتابنا المقدس العظيم اللي كل واحد يقترب منه يهرب من الحقائق خروج 3.7 إلى 10 فقال الرب إني قد رأيت كلام الرب لسه ببعت موسى وموسى كان في أرض زيناء لسه مدخلش مصر مازلت شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم فنزلت لإنقذهم من يد المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم المصريون بها المصريون فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر دا كلام السيد الرب طيب كلام بقى الشعب اللي متسخر ثم مضى موسى وصنع الآيات أمام عيون بني إسرائيل عيون الشعب فآمن الشعب ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مازلتهم خروا وسجدوا في الخروج واحد تأسيس الوحي المقدس لي ما كان يعيش بني إسرائيل دكتور القبني بيقفز على الأحداث طبعا موضوع الجزئية اللي تعرض لها ومات يوسف وكل أخوة وجميع ذلك الجيل وأما بن إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم ثم قام ملك جديد دي بعدين حارض علىه في حلقة قادمة لكن هو بيقفز على التاريخ ده تاريخ طويل عدة قرون بين يوسف وبين موسى يقفز على الأحداث ليوهم المستمع المهم خلينا في الجزئية دي لم يكن يعرف يوسف أنا في جزئية الاتهاد الآن فقال لشعبه هو ذا بن إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا هلما نحتال لهم لألا ينمو فيكون إذا حدث حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مش لأنفسهم ضيود عيب يا دكتور مدينتي مخازن في ثوم ورع مسيس ولكن بحسب ما بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل صارت خشية ورهبة على فرعون وشعبه لما شافوا بقدر ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا وده اللي بيحصل لحد النهاردة شعب الله كل ما يتزل كل ما يحاولوا يزلوه كل ما يمتد ويثمر ويكسر أكمل معك ما في توراتنا العظيمة فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل الحق كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا الاتهاض الأكبر اللي الدكتور يخشاه ويهرب منه وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات وقال حينما تولدان العبرانيات إن كان ابنا فاقتله وإن كان بنتا فتحيا ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها ده الموجود في الكتاب المقدس ده البصيص ده البعض اللي هو موجود مش بيبنوا بيوته من الدكتور يقول مثلا سازج لا يحترم فيه البحث لا يحترم فيه المستمع يقول لك إحنا بنبني بيوتنا من الطين وعفش الرز عفش الرز إيه يا دكتور دول ناس استعبدوا لبناء مدن وليس كل واحد بيبني بيته دلوقتي إنت لما تيجي تناقش موضوع السود مثلا في أوروبا أو أمريكا تقول له دول كانوا شغالين في مزارع القطن على التحديد مثلا أمريكا دول كانوا عمال في مزارع القطن لم يكن هناك استعباد هل هذا إنصاف ولا هذا هروب من الواقع يعني إذن طبيعي أنه يقع في المتناقضات لما بيقول أنه فيه تناقض في القرآن لما يسمح لنفسه بكسر السياق سريعا أذهب لما توقفين وقفين على طول أخذنا دلوقتي المسأل المقدم مسأل سازج الأجزوبة الأجزوبة الإضطهاد وهذه ستكون عنواننا الحلقة الأمر الثالث يقول لك التوراة كلها متناقضات كيف مرروا حياتهم بعبودية قاسية وفي نفس الوقت يقول لا تكره مصريا يعني هم لم يستعبدوا إذن في بناء مدن ده بيقول لهم لا تكره مصريا وبالتالي يقول كلها متناقضات طبعا أنت بحثك قلت أنك مبني على التوراة ده أنت لسه بعض مثل لسانك بتقول كذا يبقى بحثك كله متناقضات ده واحدة بواحدة يعني بحسنين أنا أقول يعني لو أنت مش فاهم يعني تناقضات لماذا لم ترجع للتفاسير حتى عشان تعرف إن كنت تبحث عن الحقيقة طبعا هو مش بس لم يرجع للتفاسير لم يرجع للتوراة في السياق يأخذ اللي هو عايز إذن أنت عندك نظرية خاصة عاوز تثبتها ولو رجعت للتوراة ستنسف هذه النظرية ناهيك عن التفاسير أنت شاركت في نسف نظريتك ودلها ثبته خلال هذه الحلقات بحسن نية أيضا أقول كيف يحدث معك التناقض دون أن تقصد أو إن كنت تقصد فالجريمة أكبر بصراحة خليني أدي الدكتور القيمني كيف يبزل مجهودا ليصنع هو التناقض وبعدين يقول التوراة في التناقض خليني نشوف فيديو رقم أربعة وركزه ونرجع مرة أخرى الخارجين مع النبي موسى زهقوا قاعدين يأكلوا عسل وطيور واحتجوا على النبي موسى وقالوا ما ينفي فكرة العبودية بالمر قالوا له أخذتنا في القفر خدتنا في الصحرى وتوهتنا وقاعدين ناكل من وناكل سلوى بينما كنا في مصر جالسين إلى جوار قدور اللحم أي أنهم كانوا عايشين عيشة كريمة في مصر ولم يكونوا عايشين عيشة فيها اضطهاد كما يزعمون لبناء فكرة الاضطهاد شايفين ما فيش اضطهاد نازل بيبنه فكرة الاضطهاد والدكتور القيمني زي ما احنا شايفين هنا أنا لسه بالمناسبة في حتة المتناقضات دي وانا عايز أوريكو إزاي هو عمل المتناقضات دلوقتي في الفيديو اللي سمعتوه دلوقتي إزاي بقى عمل المتناقضات معايا كده ياريت المخرج يورينا كده الصورة دي واحد الخارجون مع موسى زهجوا قاعدين يأكلوا عسل وطيور وبعدين يقول احتجوا بأنهم بيأكلوا عسل وسلوى بينما كانوا جالسين عند قدور اللحم فأين الاضطهاد يا دكتور يا قيمني عزيزي الفاضل لما هم بيأكلوا من وسل وسلوى يعني لحم ليه حيقولوا فين اللحم لماذا عكست الأحداث يا دكتور القيمني هذه الشكوى قبل السلوى وقبل المن بيقولك بيأكلوا سلوى ومن وبيقولوا كنا قاعدين عند قدور اللحم لا أعيب يتسمى ده بحث انت ليه ألبت الأحداث لأن لو كان لديهم سلوى يعني لحم بيأكلوا لحم السلوى يعني السلوى يعني السلوى يقولوا إحنا ليه في قفرف أين اللحم أو ليه يقولوا كنا جالسين عند قدور اللحم إذن لنقرأ ما أراد الدكتور القيمني تحريفه وتبديله نرجع لكتابنا العظيم بقى اللي فيه الحق اللي بيسحق العظام سحقا نرجع لسفر الخروج اللي خد منه الدكتور القيمني سفر الخروج 16 ثم ارتحله من إيليم بتكلم عن رحلة الخروج اللي الدكتور قال حكم معها واحدة واحدة وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سيناء التي بين إيليم وسيناء إمتى في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر يعني في بداية التاريخ التاريخ ده أو التاريخ بالهمزة على الألف يلغيه الدكتور القيمني لكيما يوحي للسامع أن كلامهم عن قدور اللحم بعد خروجهم بزمن طويل قيمة كلامي أن هذا كان في بداية الرحلة ناس خارج يدوب من بلد كانوا فيها إلى صحراء قفر المية فيها معاناة الأكل ليس موجود يدوب يخلص منهم اللي هم مشاعلينه استقرارهم كان في البلد السابق قبل الرحلة مهما كان هذا البلد متعبا فالصحراء فيها التعب الأكثر في هذا السياق نكمل ما تركه الدكتور القيمني يقول الوحي المقدس فتزمر كل جماعة بن إسرائيل على موسى وهارون في البرية وقال لهم بن إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر في أرض مصر يعني كان في ألم وكان في تسخير وكنا نموت هناك أحسن إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع فإنكم أخرجتمونا إلى القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع يبقى إذن في مصر فرصة أو الموت كان ممكن يحصل بس الموت في مصر وإحنا بنأكل أفضل من الموت بالجوع كالندا ذكروا ارمياء النبي في المراثي حينما قال كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع لأن هؤلاء قتل الجوع يذوبون مطعونين لعدم أثمار الحقل أثمار الحقل ما في أكل فكل يوم بيموت شوية شوية ده رقم واحد يبقى هو عكس الأحداث في التوراة رقم اثنين من قال أن المستعبد لا يأكل لحمة هنا تأتي شهادة هيرودوتس هيرودوتس المؤرخ اللي لقبوا اللاتين بأبو التأريخ الدكتور القمني بيعرفه بس ما بيأخدش منه زيه زي الدكتور وسيم السيسي وكل دول يأخذوا لهم ما يريدونه ويدفنوا الباقي ماذا قال هيرودوتس عن المصريين في العبيد يقول هذه العبارة كان من عادة المصريين أن يشبعوا المسخرين ليحسنوا العمل عشان يكون قوي ويشتغل لازم تأكله كويس الكلام ذات الآن فيه يا دكتور الكلام ذات الآن في كتاب وليام مارش عن سفر الخروج الأصحاح 16 لما بيتكلم عن الآية ثلاثة تحديدا في هذا الأمر هذا ما كان يقوم به السادة طول وقتهم للعبيد المنتظرين أنهم يسخرون في عمل شاق لازم تأكله كويس عشان تأخذ منه كويس زي الآلة بتصينها وتعتني بها عشان تشتغل ثم يأتي هنا موضوع المن بعد هذا السياق وفي هذا التاريخ في بداية الرحلة مش بعد يأتي السياق هنا والضربة القاضية لمحاولة تحريف الأحداث وتبديلها في كتابنا المقدس نأتي هنا إلى الجزئية دي بعد ما قرأنا كنا جالسين عند قدور اللحم وقال موسى الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا بعد القراءة سؤال للدكتور لماذا عكست الأحداث التي في كتابنا المقدس لأنها ستضرب كلامه في مقتل ده بحث ليه ستضرب كلامه لأنهم لم يذكروا قدور اللحم بعد نزول السلوى إطلاقا ما حصلش إذن اعتراضهم كان على الأكل ولم يقولوا أنهم لم يكونوا مستعبدين في مصر نعم اعتراضهم على البرية القاحلة اللي هم فيها لم يقولوا لم نكن مستعبدين في أرض مصر على العكس كتاب المقدس أشار لهذا الاستعباد مرات عديدة جدا الدكتور يغير الأحداث ويقول أن هناك تناقض شفت بقى التناقض بيجي من فين لما حضرتك تلعب في الأحداث وتلعب في كتابنا العظيم أرجع لمقاله الدكتور لنصل إلى هذه الجزئية يقول تناقضات طبعا دلوقت يوريناك وبيقول إزاي التناقضات مرروا حياتهم بعبودية قاسية وفي نفس الوقت لا تكره مصريا آه دي بقى مش عارف انت عملتها ازاي يا دكتور ازاي في جالسين عند قدور اللحم وأوردر إلهي بيقولهم لا تكره مصريا خلينا نقرأ الآية أولا وشوفوا فين موقع آدي الآية في سفر التثنية آخر أسفار التوراة تلاتة وعشرين سبعة لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه الأمر الأول جيد أنه قال لا تكره ولم يقل اكره نعم دمزع لك يا دكتور لماذا تريدون من الناس أن يعيشوا في أحقاد الماضي رسالة الرب الإله لشعبه لا تعيش في أحقاد الماضي فلا تكرهوا الأمر الثاني أنك عشت في هذه الأرض الرب يقول لشعب إسرائيل عشت في هذه الأرض أكلت من خيرها ولدت فيها وولدت فيها نسلا ترعرعا وكبرا فمن الإجحاف أن تكره المصري الذي أواك استضافك على حصاب مصري آخر يزلك فيها أو استعبدك هذا كلام الرب الإله مش بيقوله أنك عشان تذكر موضوع قدور الله ما كانش فيه تسخير وعبودية لا تكره مصريا لا يقول له يجب أن تكون ممتنا لهذا الشعب الذي استضافك يوم كنت جائع هذا هو الرب الإله هذه الوصية لا تنسى أيام الخير والشبع والاستضافة كنت نزيلا في أرضي شكرك يا رب أما الأمر الثاني نقرأ في سفر التسنية ولكن في بدايته ده اللي عمله الدكتور بص معايا كده لما نرجع لسفر التسنية هنا هتلاقي في البداية هو الجاب الآية من تسنية 23 تحت هنا لما تروح لتسنية واحد إمتى كان الكلام دي يعني بداية السفر ففي السنة الأربعين في الشهر الحادي عشر في الأول من الشهر كلم موسى بن إسرائيل كل ما أوصاه الرب إليهم يعني بعد أربعين سنة من خروج شعب بن إسرائيل من مصر الجيل الأول مات في البرية الآن يتكلم مع هذا الجيل الجديد ويقول له لا تكره مصريا مش عشان كنت قاعد عند قدور اللحم لا لأنه استضافك استضاف آباءك حينما نزل وكان هناك مجاعة هذا الشعب استضافه إيه علاقة قدور اللحم هنا بياخد كلمة قيلت في بداية الخروج وياخد كلمة بعد أربعين سنة ويحاول يوصلهم ببعض ويسمينا ده بحث ويقول لك فيه تناقض لا حضرتك اللي بتختلق التناقض الجزئية الأهم بس أكمل الحصة دي لو سمحتيلي أنا عارف حظلمك معاي الحلقات دي نرجي هنا ده قطع الآية يعني دي آية واحدة التسنية 23 سبعة دي آية واحدة خد النص للتاني وترك النص في الأولاني أقرأه وأقول لكم ليه عمل كده لا تكره أدوميا لأنه أخوك لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه ليه عمل كده الدكتور القيمني ده في قلب الشريعة التسنية قلب الشريعة يعني بيوصل جيل الجديد يقول لهم لا تكره المصريين بسبب ما تسمعونه من أخبار التسخير بل يجب عليكم أن تشكروا الله على أن مصر آودكم في زمن المجاعة وأصبحتم أمة فيها أما الأمر هنا المقطوع لا تكره أدوميا دول عيسو هل عيسو برضو أكله وشربه وقعد جنب قدور اللحم عيسو منعه يعبر في أرضه قال له ما تكرهوش برضو في بدايات الرحلة بنتكلم هنا حضرتك بتقطع الآيات وتقول هناك تناقض هو ده البحث اللي تعمل عليه مهرجان كبير في القاهرة والناس اللي بيقول لك إحنا نسيج واحد وشعب واحد بعد كده يقول لنا إيه ليه في إضطهاد في مصر باقي لي الجزئية أسمعك أنا آسف وبعد كده أرجع لها بسرعة أنا بس في حتة لا تكره مصريا هو إمكانية كره اليهودي للمصريين سببها إيه إمكانية كره ليه في إمكانية أنه اليهودي يكره المصريين بسبب التسخير بسبب التسخير مش عشان هم قاعدين عند قدور اللحم وعايشين عيشة كريمة أشكرك دي نقطة رائعة جدا فاتت علي بصراحة ما كنتش واخد بالي منها يعني إذا لا تكره مصريين ليه إيه السبب عشان كنت قاعدة عند قدور اللحم ولا عشان فيه تسخير يعني حتى الآيات اللي هو بيجيبها مش واخد باله أنه ضده نذهب إلى الجزئية الأخيرة في هذا المجال وهو سرق اليهود ذهب المصريين الحتة دي أنا حروض عليها بعد شوية لأنها مرتبطة بفيديو تاني وأنا بفكركم بس بالعنوان الكبير القمني وأوذوبة الاتحاد حتى تنتقل لجزئية أخرى جديدة وهي بيتكلم ما فيش اضطهض يبقى نروح لطبيعة الخروج طبيعة خروج بني إسرائيل من مصر بين الهروب والتسامح والطرد نسمع فيديو رقم خمسة ونرجع ركزوا في بحثي في موسوعة النبي موسى هم خرجوا بسماح من الفرعون وليس قهرا ولم يخرجوا هربا إنما هو سمح لهم بالخروج بما لديهم وهم خرجين بنص الطورة طلبوا من المصريات يعني النسوان الإسرائيليات طلبت من المصريات اللي جيرانهم حلي ذهباً وفضة وإلى آخره علشان قالوا لهم إحنا عندنا بكرة حفل عرص ديني فلموا الحاجات دي من المصريات وهاربوا بها ومنها صنع الثور الذهبي اللي عبدوه في سيناء من حلي وذهب المصريات هل كل ما قاله الدكتور له علاقة بكتابنا المقدس تعالوا نشوف مع بعض دكتور عنده دلوقتي موضوعين همين في هذه الجزئية خرجوا بسماح من الفرعون وليس قهراً أو هرباً خلوا بالكم الأمر الثاني وهم خارجين بنص التوراة دلكننا اللي طلعت من لسانه بنص التوراة طربت اليهوديات من المصريات حلي ذهب وفضة ليه؟ قالوا بكرة عندنا حفل عرص ديني وهربوا به بكرة عندنا حفل وعرص ديني حلاص؟ بصراحة من العار أنه يدعي أنه قرأ توراتنا 15 سنة هذا البحث لا علاقة له بالكتاب المقدس حق لحضرتك تستشهد بموسوعة النبي موسى اللي حضرتك كتبة يعني عجيب أول مرة أشوف واحد باستشهد بكتابه هو يعني ولا تقول أنك تأخذ من التوراة استشهد بكتاب بتاعك وإلا تحتاج هذه الموسوعة أن تعدلها خاصة بعد بنعمة الرب هذه الردود ستصبح هذه الموسوعة يعني مجال الشك لأي حد يسمعك أو يقرأ في الموسوعة بداية خلوني أعرفكم من أين أتى الدكتور القيماني ببعض كلامه في هذا الفيديو ويقول أنه دي نظريتي دي أفكاري دلوقتي هو كلمنا عن أنه اليهود خرجوا دون طرد ولا هم هربين ولا أي شيء معيني يقول لك أخذوا الدهب وهاربوا صحيح يعني في نفس الجملة صحيح يناقض نفسه طيب هل سأقول لك من فين جاب الفكرة دي تحديدا لو رجعت إلى كتاب موسيس أند مونوثيازم بالكاتب سيغماند فرويد والكتاب ده في الترجم إلى العربية موسى والتوحيد لفرويد خلينا أقول لك هو جاب الفكرة دي من فين صفحة 39 تحديدا خلينا أكبر لك كذا يقول فرويد وبخلاف ما تقوله التوراة لا مندوحة لنا ما عندناش فرصة من التسليم بأن الخروج تم بدون عقبات ومن دون ملاحقة أي من الهاربين وهذا أمر كان ممكنا بفضل سلطان موسى الذي لم تكن هناك أي سلطة مركزية لتضع العصي بين عجلاته ما فيش حد هيقدر يوقف موسى من اللي بيقول الكلام ده فرويد فرويد بيقول إيه عن موسى بيقولك موسى أصلا مش يهودي موسى ده واحد مصري ومن البلاط في القصر وهو بص كده قال لك أنا حاد أتبنى هذا الشعب السامي وعرض عليهم الدين بتاعه وقبله وخرجوا معاه هذا الكلام لا ينطلي إلا على الفقراء فقط ومن لا يريد أن يسقط فرويد في نظره لا تقرأ هذا الكتاب لأن هذا الكتاب يضرب فرويد في مقتل وضمن السلسلة بتاعتنا حلقة خاصة للرد على كتاب فرويد إذن عيبي يتقال أنه بيقرى من توراتنا ويروح للملحدين يأخذ من الملحدين هو لم يحترم حتى الملحدين ده فرويد نفسه يقول ما تأخذوني أنا لن أأخذ الضربات العشر طبعا لن تسحقك تأخذ الضربات العشر إذن من من هربوا إذا لم يكن هناك ضربات عشر وضعها فرويد ولماذا الضربات العشر فعلى ما الهروب إذن فهم بيهربوا من التوراة ومن كلام الوحي الإلهي نعود لكلام الدكتور فرعون سمح لهم وليس طردا ولا قهرا ولا هربا إذن كيف خرجوا من مصر ما طبيعة الخروج شكله ظروفه إيه ما كانوا ليخرجوا بني إسرائيل لو لم يكن هناك اضطهاد كنت حتى تلاقيم لحد النهاردة في مصر عارف لو لم يسمح الرب بالاضطهاد أن يحدث سمح غير آراد طبعا في اللاهوة المسيحي لما وجدنا خروج لبني إسرائيل فرعون دمر مصر بعصياني بكبريائي بأكاذيبه المتكررة في كل مرة الأمر هنا فيه ضربات عشر تحويل الماء إلى دم ضربة الضفادع اللي اقتحمت مصر ضربة البعوض ضربة الدبهان ضربة الوباء في المواشي ضربة الدمامل والبثور ضربة البرد السلج اللي بينزل ده بيقتل حيوان أو إنسان لو كان حجامه كبيرة ضربة الجراد اللي أكلت الأخضر واليابس ضربة الظلام ضربة الأبكار موت كل بكر في أرض مصر الكلام ده هنا اللي أنا سأقرأه قبل ضربة الجراد الدكتور نيسي الضربات العشر لا يستطيع أن يقرأها لأنه لو قرأه زي الأستاذ فرويد بتاعه حيكون فيه هروب إذن وعلى ما هذا الصراع أساسا يبقى خلينا نشوف طبيعة الصراع هنا كانت إيه وخلينا نتكلم دلوقتي هل كان خروجهم خروج آمن كده زي مقال فرويد وتابعوا الدكتور القبني ولا الموضوع مختلف حسب الوحي المقدس نرجع للوحي المقدس وقفيني في أي وقت لو سماحت الخروج عشرة فقال عبيد فرعون له بعد الضربات دي وقبل الجرادة إلى متى يكونوا هذا لنا فخا أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم وبيقولوا له أيضا المشيرين بتعفرعون ألم تعلم بعد أن مصر قد خاربت خاربت خليهم اطلعوا ده كل ما قاعدين واحنا بنعاند إلههم يدمر هذه الأرض لازم تطلق الشعب ده ما يعديش عليه الدكتور القيمني خروج حداشر من واحد إلى تمانية ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة بعد الضربات الاثنين اللي حصلوا الجراد والظلام أجلب على فرعون وعلى مصر بعد ذلك يطلقكم من هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام آه في طرد مش ناس طلعب على مهله وبيت تمشى يطلعوا ليه منطق يا دكتور أين المنطق ثم يقول وقال موسى هكذا يقول الرب إني نحو نصف الليل أخرجوا في وسط مصر فيموت لازم السياق دي يكون واضح عشان يتعرف طردوهم ليه السياق اللي بيهرب منه الدكتور فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكن مثله أيضا لأن كل بيت فيه ميت ده مش حرب الحرب مش كل بيت فيه ميت بس ده كل بيت فيه ميت ثم يقول فينزل ده موسى بقى الفرعون شو بقى القوة بتاعت رجال الله موسى بيقول لي فرعون فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين أخرج أنت وجميع الشعب الذين في أثرك وبعد ذلك أخرج ثم خرج من لدى فرعون في حمو الغضب يعني الطرد لازم يكون حصل لأنه شعب مصر خاف لما شاف في كل بيت فيه ميت تصوري ما الذي قالوه خليني أوسق الحتة دي وأنا هنا بتكلم عن طبيعة الطرد في خروج 11 من 1 ل3 ثم قال الرب لموسى ضرب واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر وبعد ذلك يطلقكم منها هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام إيه حصل بقى حضرتك بتقول أنا بدرس الديمغرافيا والسكان ولا حاصل ليس ابتدى وتقول فيه تناقضات لم الموضوع على بعض لحمة واحدة هتلاقي الكلام رائع في سياقه تماما خروج 12 فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين عبيده هنا يعني المشجرين بتوع وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت فدعى موسى ده هارون ده فرعون هتولي موسى بسرعة ده اللي قال له انت حتيك تسجدولي ليلا وقال قوموا خرجوا من بين شعبي أنتما يا موسى و هارون وبن إسرائيل جميعا واذهبوا وعبدوا الرب كما تكلمتم خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم وذهبوا وباركوني أيضا وهنا المصريين عملوا إبقى وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا قالوا إبقى كلنا جميعنا أموات كلنا هنموت ده البكر مات لو عصينا أكثر ورفضنا نطلق الشعب جميعنا أموات أطردوا بني إسرائيل من أرض نعم نعم فالدكتور بيأخذ كلمات ويترك الباقي عايز أكمل هنا الجزئية دي بصراحة الوقت عندي شوية صعب وخبذوا العجينة الذي أخرجوه من مصر خبزة ملة فطيرا ما خمرش نعم إذ كان لم يختمر وعندين عيد لحد النهاردة اسمه عيد الفطير نعم يتذكرون هذا الخروج لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا ما استنوش العجين يخمر نعم فلم يصنعوا لأنفسهم زادا عندك أي جزئية هنا قبل أن أنطلق إلى نقطة أخرى أنا بس حتة صغيرة كنت عايزة أعلق على حتة أن التوراة فيها تناقضات وهو باني بحثه على التوراة اللي هي فيها تناقضات أنا عاوزة يعني أبصر الدكتور سيد القماني في أبحاثه الثانية يعني أنت أبحاثك الثانية بنيتها على كتب تانية فيها متناقضات أنا أسقف أي بحث تاني عند الدكتور القماني صحيح إذا كان ده هو طريقة بحثه صحيح وبيعتمد على كتب كلها متناقضات فبيطلع طبعا البحث بتاعه يعني مع احترامي لك الأقل تقدير أنت مسكت كتاب عنده ملايين مش آلاف المراجع الموثقة بتاعت الناس اللي بيؤمنوا بالكتاب ده إذا أنت عايز تبحث صح أقدم الكتب هو أصلا مش محتاج هو ماسك التوراة التوراة نفسه مش محتاج هو اضطر أنه يألف ويحرف ويقص ويلصق ويقول كلام ده كله عشان يطلع بنظريته مظبوط كلامك التوراة مش محتاجة في موضوع الخروج المذكور واضح جدا أنا إذن عندي جزئية مهمة جدا خرجوا بسماح من الفرعون وليس قهرا وديا إيه طلعت مجرد أكزوبة الأمر الثاني وهم خارجين بيقولك بنص التوراة طلبت اليهود من المصريات حلي ذهب وفضة قالوا إيه بكرة عندنا حفل عرص ديني وهربوا به تحدي انتجت في التوراة أن النساء المصريات طلبنا عفوا اليهوديات طلبنا من المصريات قالوا إدونا عشان بكرة عندنا عرص ديني بكرة عندنا حفل الكلام ده تأليف الدكتور القمني تأليف بحت لا وجود له في كتابنا المقدس طلبوا نعم وحقول دي حفندة وحدة وحدة دلوقتي يبقى إذن إحنا دلوقتي موضوع السلب والمصريين نعم نرجع إلى سفر الخروج ثلاثة قبل أن يدخل موسى مصر وهو في البرية وربنا بيقول له روح أتكلم فرعون يطلق الشعب ده لو واحد عايز يبحث بجاه وأعطي نعمة ده كلام الرب أنا حد نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين أنا اللي حامل كده نعم هو في واحد النهاردة يجي يقول للدين حلي ذهب وفضة وأنا أديله حتى لو كان خارج نعم ولا في عامل إلهي هنا في عامل إلهي الدكتور سابو بس لسه ده مش الموضوع ثم بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وسيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم وبناتكم فتسلبون المصريين يبقى هنا في موضوعين طلبوا وسلب المصريين نعم وده لازم يترد عليه طيب نروح لسفر الخروج واحد ثلاثة ثم قال الرب لموسى ضرب واحدة أيضا أجلبوا على فرعون وعلى مصر بعد ذلك يطلقكم من هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا بالتمام وبيقول لي موسى تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب شوفي ربنا مصر أن الشعب يعمل كده أطلبه وبعد كده يقول وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب نروح للخروج أنا كل ده بحط الناس معانا في الصورة نعم علشان نشوف لما طلبوا إيه اللي حصل الخروج فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وبكر وكل بكر بهيمة فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين وكان صورة خاضين في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميد فدعا موسى وهر ليلا وقال ده فرعون قوموا خرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا واذهبوا عبدوا الرب كما تكلمتم خذوا غنمكم أيضا وبقركم وكما تكلمتم واذهبوا وباركوني أيضا وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا جميعا أموات في السياق ده وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من المصريين أمتعت فضة وأمتعت ذهب وثيابا والكلام يرجع مرة تاني وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبزة ملة إذ كان لم يختمر لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم زادا حضرتك بتقول بتدرس الديمغرافية والوضع السائد حضرتك مع احترامي لك لم تدرس شيئا أنت جاي بفكرة جهزة وعايز تخيطها تنسجها على الكتاب المقدس فلم تنجح أنت جاي بالفكرة عايز تطبقها فشلت تماما ولم يجد بدا من تحريف الأحداث لأنها لا تخدموا في أبحاثه الإسلامية لم يضطر للتحريف لأعرف ليه ما يضطرش للتحريف وكلامي للدكتور لأن المراجع الإسلامية بتدعمه وتؤيد كل كلمة سيقولها والقرآن سيؤيده وحين لم يجد في كتابنا العظيم المقدس ما يدعم نظريته قام بالتحريف والتأليف والقطع واللصق نأتي للذهب والفضة موضوعين طلبوا وسلبوا وسلبوا أولا طلبوا لم يكذبوا لما قالوش إحنا هنرجع لكم غير موجود ده كلام الدكتور القيماني ما قالوش إنه ادونا وإحنا نرجع لكم لا الرب قال له مطلبوا حطوه على بنيكم وبناتكم عشان تخرجوا الذهب والفضة والثيابة التي حصل عليها اليهود كانت تعويضا مناسبا مقابل السخرة التي كانوا يرزحون تحتها من قبل مسخرهم المصريين الكلام ده قالوا ربنا الإبراهيم قبل الخروج بأربعة كورونا تصوري اللي دكتور قيمني بيقول أنا أريت التوراة وعملت البحث عليها التوراة تقراها صح زي ما هي بحيادية خمستاشر سنة كانت خلته حفظ التوراة يعني كلمة كلمة تكوين خمستاشر تلتاشر واربعتاشر فقال لأبرام الرب اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم اللي هي أرض مصر ويستعبدون لهم فيذلونهم أربعمائة سنة ثم يقول ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة ليه لأنه في استعباد حصل يبقى إذن اللي خرجوا بي ده ده التمن اللي كانوا مستعبدين به العبد ما بيأخذ حقه في كل الأعراف اللي على الأرض العبد دائما بيكون مظلوم في الحقوق بتاعته فهنا الإسرائيليون لم يأخذوا ليرجعوا شيئا طلبوا عشان ياخدوا وذا كلام كان واضح ليس فيه أي نفاق أو كذب مصوغات وثياب من المصريين طلبوها ولم يكن سمت خدعة في الأمر كل ما هناك أنهم نالوا أجرا عادلا مقابل شغلهم اللي يظلموا فيه بالتسخير ما كان المصريون سيعطوهم هذا الحق صحيح حق التسخير صحيح والمزل إلا حينما يطلبوا في هذه الأوضاع ويعطى الرب نعمة إذن إن كانت عطية ناس طلبوا أخذوا لماذا أسمى الوحي المقدس أنهم سلبوا المصريين هذا أمر هام جدا فسلبوا المصريين كلمة سلبة ترد في الحروب يأخذ السلب بتاعه نعم ولأن هذا السجال الطويل بين موسى وفرعون هو بمثابة حرب من وراء فرعون يقف الشيطان ومن وراء موسى يقف السيد الرب هذه الحرب الطويلة في استعباد شعب الله في أخذ حقوقهم فكانت عبارة عن حرب طويلة جدا قتل فيها فرعون أطفال بني إسرائيل وبالتالي خرج أبناء الرب في الحرب دية وهم أخذين الغنيمة هم كسبين المعركة المعركة باللي يكسب في الآخر الحرب باللي يكسب في الآخر مش المكسب في معركة مؤقتة فإذن سماها الوحي المقدس سلبوا المصريين أي أنهم انتصروا على كل هذا السجال على فرعون وعلى شعب الذي اشترك في هذه الحرب وفي تسخير اليهود وفي قتل الأطفال فرعون هزم بالضربات واقتصاد مصري الذي وقع في هذا الوقت والشعب ارتعب وقدم عطايا التي حسبت غنيمة لشعب إسرائيل ولذلك قالوا سلبوا المصريين قال الوحي المقدس سؤال المنطق الذي لا يجرء القمني على مناقشته ولا أي ملحد زي فرويد أو غيره يمسك كتابنا المقدس ولا يرد عليه إلا من نظريات أنا سأتعرض لها لاحقا في إحدى الحلقات سؤال شعب مرتاح بيقى أمة بيأكل وبيشرب وانت بيقول جالس عند قدور اللحم بيخرج ليه ما السبب الذي يجعله يخرج إلى قفر قاحل إمكانية النجاة في صفر شعب 2 مليون شخص طالع في قفر لا في ميا ولا في أكل ولا في غطى يظل هؤلاء الناس ومعك أطفال وبهائم وكل ده تطلع عليه ما الذي يجعلك هذه التناقضات التي وقع فيها الدكتور القيمني رجل ادعى أنه بحث في الكتاب المقدس ويقول أن التوراة متناقضات كتاب التاريخ اللي بيقول عنه ياريتك تعاملت مع التوراة كتاب التاريخ لكنك لم تلتزم بهذا الأمر عزيز مع فيديو سادس عندك أي شيء بس حاجة بسيطة دائما الرب الإله عنده تعبير تسلبون تسلبون الذين سلبوكم يعني سلب مقابل سلب انت سلبتوني طبيعي سلبكم ده العدل أبسط حاجة القاتل يقتل السلب يسلب فأنا بسترجح حقي بأمر إلهي مش أنا بروح أعمل أي ولا أخضع ولا أروح أسرق ولا أخضع ولا أي حاجة بس ضبط كذا يعني مش قالوا الدونا وإحنا هنرجع لكم نعم الدوهم هم عارفين أنه الموضوع ده عاطية لشعب بن إسرائيلي نسمع فيديو رقم ستة ونرجع مرة أخرى ولذلك هتجد المدرسة الشعبوية الغالبة تقول بالاضطهاق المدرسة الكهنوتية المتخصصة في التوراه تقول لم يكن هناك هم هم أنفسهم لم يكن هناك أي نوع من ألوان على الاضطهاد وعاشوا بقرب بعض بدليل أن النسوة المصريين اتطمنوا لهم جداً وقالوا لهم يعني هاستعير العقد بتاعك والتاني هاستعير الحلق بتاعك عشان عندنا بكرة حفلة فالدهالهم بكل أمان فسلبوا المصريين بتعبير التوراه فسلبوا المصريين ومنه كما قلتم قليل تم صنع العجل الذهبي الذي أشار إليه القرآن الكريم حلوة أشار له القرآن الكريم يضرب القرآن واستشهد بالقرآن لا علينا المسلمين يردوا براحتهم السؤال هل ده بس الموجود في التوراه ولا الحقيقة غير ذلك وحضرتك بتهرب منها يعني الأحداث المكتوبة وحضرتك دلوقتي بتأخذ منها سلبوا المصريين وتترك أنه كان فيه اضطهاد ده بحث يعني أنت مسكت التوراه كان فيه اضطهاد نعم بتقول لا ما فيه شي اضطهاد سلبوا المصريين موجودة آه سلبوا المصريين دي تنفع معي دي حلوة أوي بقى وده يسميه علم هذا بحث ليس لديه أي أسس علمية على الإطلاق صحيح لو سألتك أنا دلوقتي مثلا في الفيديو اللي هو آله دلوقتي يقول لك أرباب التوراه اللي هم المدرسة الكهنوتية تقول ما فيه شي اضطهاد طب فين أين هي المدرسة الكهنوتية الكهنوت ده هارون والهارون هو الرأس الكبير بتاع الكهنوت والذي مش عارفه فين المدرسة أين الآيات أين كلام الحخامات المتخصصين بقولوا ما كانش فيه في أرض مصر عبودية ده الكتاب المقدس مليان بالجزء ده حتى في العهد الجديد في إشارات للعبودية اللي كانوا فيها في أرض مصر حتى في خطاب استفانوس الشهير في صفر أعمال الرسل يقول لك المتخصصين في التوراه طب المتخصصين في التوراه ده موسى شاهد عيان كان بيقول كده صحيح خلي بالك معايا يعني علشان عندي لك مفاجأة يعني صعبة شوية بتكسر الظهر وهي الآن أقدمها انسى وحيد بقى وانسى النخبة الكهنوتية كلامي للدكتور القمني تحديدا وانسى المدرسة الشعبوية لحضرتك أنت بتتكلم دلوقت عن أي كلام انسى كل اللي فات اللي أنا أثبته لك من الوحي المقدس عندي واحد حيرد عليك وهو بالنسبة لك أهم مني مليون مرة أنا عايزك تسمعه ولا تتعجب لأنه سينسف كلامك تماما وسيثبت لك أنه كان هناك اضطهاد في أرض مصر لبن إسرائيل وهذه أولى المفاجآت في هذه الحلقة بتاعت النهاردة يعني خلينا نسمع فيديو رقم سبعة ونرجع مرة أخرى خلي بالك من الشخص دي يا دكتور طيب يعني فيه ملك جديد بحكم البلد المنطقة دي ما كانش عارف يوسف وأهله لما عارف دول إسرائيليين أمر بإزلالهم بأثقالهم يعني خدوا الطار منهم لألا ينضموا لغيرنا إذن هما كانوا نضموا لأعداء مصر أعداء مصر هم الهكسوس يا خبر ده أنت نسيت نفسك خالص يا دكتور إيه الكلام ده مش أنت اللي تقول ما فيش اضطهض ما كانش فيه اضطهض سمعتوا الدكتور قال إيه قادي لخصتلك وكلامه في ملك جديد لم يكن يعرف يوسف ممكن نحط كده للأحباء تابعوا معنا أمر بإزلالهم بأثقالهم خذوا الطار منهم بيقولهم آه لازم تاخدوا الطار منهم وما فيش أي إزلال ولا تسخير لألا ينضموا يبقى هما انضموا يعني الاتهاد بسبب الانضمام مع فرعون مصر في زمن يوسف ضد المصريين في زمن الاتهاد دي نظرية الدكتور القيمة طبعا اللي حتزداد وضوحا كل ما حنتكلم يعني تخيلوا لوي الكلام بهذه الطريقة يعتبره الدكتور أبحاث علمية تتحول لألا ينضموا إلى أنهم انضموا انضموا فعلا يبقى هما انضموا انضموا يعني تتحول لألا يقع الفعل فتعني أنه قد وقع بالفعل ثم يقول أن التوراة فيها متناقضات ممتاز جدا أدينا بنتناول المتناقضات اللي أنت بتعتقدها واحدة واحدة ونساعدك علشان تشوف أخطائك فيها شوية شوية دحنا لسه في البداية يا دكتور السؤال لماذا رجع وأقر بالاضطهاض هنا هذه لازم نكون إحنا فاهمين علشان عنده نظرية جديدة سيبنيها يريد أن يقول أن الفرعون الذي كان في عصر يوسف دول الهكسوس ولما جاء فرعون آخر اضطهض اليهود الذين كانوا قد انضموا للفرعون الأول القديم وهنا يريد أن يكون هناك انتقاما من اليهود اللي انضموا للفرعون الأول فأتى الفرعون الثاني لينتقم من الهكسوس وكمان من اليهود اللي انضموا لهم فيعمل يقرب الاضطهاض أنا ممكن أعد لك الفيديو تاني بس عندي ما هو أقوى من ذلك بس زي ما احنا شايفين الرجل يضرب نفسه بنفسه فليس غريب أن يضرب لغته العربية فتصبح لألة بمعنى انضمه بس السؤال أين الانضمام انضمام اليهود للهكسوس في مصر ضد مصر في الكتاب المقدس فين عشان الناس اللي بتسقفلك لناس اللي مش فاهمة اللي تايها اللي بيعتقدوا أنه كده هم مرتاحين وبيخدروا ضميرهم فين دك في كتابنا المقدس هل ده في كتابنا العظيم فلماذا التأليف على حساب الحق الإلهي ثم تأدي الضربة القاضية التي ضرب بها نفسه الاعتراف بأن اليهود تم تسخيرهم مش لبناء بيوتهم الشخصية عشان فيه خيانة اللي هي فيه خيانة انضموا للهكسوس اه لا ده جزئية تانية هنا بيتكلم انه دوبانه مدينتين يعني التأليف يفعل اكثر من ذلك ده من شوية سمعناه بلسانه بيقول هو أنا لما أبني بيتي صحيح ده احنا كنا بنبني بيوتنا في الصعيح صحيح ده أنا عشت الأيام دية كلنا عشنا الأيام دية دلوقتي ما أصبحش أصبح في مدينتين ليه رجع للمدينتين دلوقتي عشان عايز الهكسوس وتحالفهم مع اليهود نعم يعني الرجل يقع في حفرة ثم في بئر عميقة نعم بلا قرار ده تناقض فاضح جدا ليلة الانتقائية على مزاجك لكن الورطة والمحصلة هي أنك اعترفت أن هناك اضطهاد بالفعل صحيح وقع على بني إسرائيل وليس أجزوبة الاضطهاد زي ما كتبته كده والمزع بيقول أجزوبة الاضطهاد لا مش أجزوبة هديك انت بتعترف خلينا يسمعوا في الفيديو ده بس الأغرب أن الدكتور عنده تفسير تاني للاضطهاد غير التفسير بتاع الانضمام للهكسوس خلي بالك عاوزك تكتشفها دي بنفسك عزيزي المشاهد اكتشف كده إيه في الفيديو ده نشوف فيديو رقم 8 ونرجع مرة أخرى فجعلوا عليهم اللهم المصريين ملك المصري الجديد رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم إيه الأثقال دي؟ يذلوهم بذنوبهم ليأخذوا حقهم منهم فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورع مسيس يعني مش بيوتهم ده كلام ده في نفس الحلقة حتى أفكار مش مرتبة ده الملخص بتاع الدكتور أهو قدامكم جعلوا على بني إسرائيل رؤساء التسخير ده الملخص بتاع الفيديو بتاعه يذلوهم بذنوبهم وراح يفسر هو بقى بقى مفسر كمان للتوراية يأخذوا حقهم منهم الزنوب هي الأسقال يذلوهم بأسقالهم يعني بذنوبهم يأخذوا حقهم منهم وهو الإضطهاد إيه غير كذا وبعدين يعترف يقول لقد بنى بن إسرائيل مدينتي في ثوم ورع مسيس ده حصل في زمن الإضطهاد الرجل يضيف تأكيد آخر ومهم لوقوع الإضطهاد بذنوبهم يأخذوا حقهم منهم يا دكتور أين البحث أين الشفافية أين الصدق حضرتك بتنصف كلامك بنفسك سيبك من كل اللي أنا قدمته سيبك من كل الآيات اللي انت هربت منها في الكتاب المقدس أين الشفافية أين أين لا أمانة ولا أكاديمية وفي النهاية أنا أسأل يعني أين الضمير أين الضمير فين الضمير اللي بيكتب به وبعد التأليف ده كله وبعدين عايزة أسأل أنا اللي بيصفقه للدكتور سيد القمني هم أخذوا الكلام ده مش ده وحي يعتبر برضه بالنسبة لهم طبعا ما فيش أي بحث وراء الدكتور القمني أنت قلت ده صح ولا ده غلط ولا نأخذ ولا أي حاجة إذن وحي زي ما نأخذ الوحي مسلم به فأنت بتأخذ كلام القمني مسلم به بس أنا بعبد إله أنت بتعبد إيه أو بتمشي ورامين ده صحيح ده حتى الملحدين لما حبوا يردوا على الحلقات القاسمة للظهر في موضوع عمر الأرض وكربون 14 ما خدوش المراجع اللي احنا قدمناها راحوا يتحكوا على بعض بالهراءات اللي احنا نسفناها لا يستطيع الملحد نفسه دلوقتي بيعمل نفس الشي صحيح نفس الموضوع نفس الفكرة العقلية واحدة هذا الوقت هو رجل بيقول بحث طب ده بحث أين احترامك حتى للملحدين طبعا احترامك للملحدين دي الصائقة الكبرى حلقة يوم 14 بنعمة الرب يبقى إذاً يعترف بالإضطهاد اللي رفضوا سابقاً لو كمان بيفسر بزنوبهم خدوا حقكم منه ما بيمنوش إذاً بيوتهم الخاصة يبقى تعترف بتسخيرهم لبناء مدينتين ومدينة رامسيس دي قاعد فيها الساعة كاملة يشرح فين المدينة اللي كان فيها بني إسرائيل نعم ويعني التوراة ما فيهاش تناقض حضرتك اللي عندك تناقض مقصود نعم وبعد شوية نسى نفسه وقال تعبير هام في فيديو قبل الأخير عشان الأخير موجع بصراحة خلينا نشوف فيديو رقم تسعة ونرجع وابتدت عملية ما يسميه اليهود الاستعباد في بناء مدينتي في ثوم ورع مسيس لو أنت عايزهم يسموه إيه هم ما سموهوا استعباد أنت هتسميه إيه اللي قلت عليه تسخير ويزلوهم وياخدوا حقهم منهم أنت اللي مسميه يبقى أنت اللي بترفضه بتتنكر له وانت دلوقت بتقوله بيقولك كذا وابتدت ما يسميه طبعا أنا بكتب كلامه زي ما هو ما يسميه اليهود الاستعباد في بناء مدينتي في ثوم ورع مسيس طب هو مفروض يتسمى إيه بقى الكلام ده ما هو حيتسمى كذا حيتسمى مدينة حيتسمى استعباد حيتسمى تسخير يعني عندي في النهاية الجزئية أنا حابب أقولها قبل الفيديو الأخير دلوقتي حضرتك رفضت فكرة الاتهات تماما وبنيت كلامك على أنه هؤلاء خرجوا سالمين خرجوا بدون طرد بدون هرب بدون أي شيء وأصلا ما فيش كان تسخير دون ناس كانوا عايشين جنب قدور اللحم فجأة تشطب على ده كله تماما وتذهب إلى نقطة جديدة وهي أنهم يجب أن يذلوهم لأنهم تعاملوا مع الهكسوس بالمناسبة ده لسه جاي في حلقات قادمة نحن خلصنا النهار ده موضوع الاتهاض يعني فيه بس لسه الكلام ده جاي هتشوفوه يلمع فبالتالي عشان يتعاملوا مع الهكسوس وتحالفوا مع الهكسوس ده كان فرعون مصري ده له الحكام بتوع مصري حسب نظريته هو فبالتالي لازم ياخدوا حقهم منهم جيت نسفت أنه ما فيش اضطهاد لا أخليهم ياخدوا حقهم منهم ودولا طردوا الهكسوس بس آفشوا في بني إسرائيل ده كله كلام عايشين الضربة المميتة بقى اللي ضرب الدكتور القيمني كلامه عن عدم الاضطهاد وأنه دول كانوا بيبنوا بيوت لا دول بنوا مدينتين مش كان بيقول احنا بنبني بيوتنا هو لما أنت تبني بيتك معناه أنت مستعبد دلوقتي قال لا بنوا مدينتين ده أنت بتبني في مدينة دلوقتي في القاهرة تشوف حجم العمل اللي فيها وحجم عدد الناس اللي بتشتغل فيها عملية ضخمة عملية مش سهلة فما بالك في ذلك الوقت وكان الموضوع اللبن بياخدوا اللبن عن الطين وبيخلطوه مع القش عشان يبنوا مدينتين بحالهم يبقى فيه تسخير يبقى فيه عبودية عزين الضربة القاسمة للظهر في هذا المجال تحديدا دكتور القيمني القيمني عفوا للنطق الصحيح نسي نفسه تماما وزكر وثيقة أهمة جدا هو بس مش واخد باله نسف بها كل كلامه عن الاتهاط تماما نسف انه هو اكزوبة ما هو كل كلامه انه ده اكزوبة نسف انه دي مش اكزوبة ده حقيقة دلوقت احنا جيبنا كلامه انه فيه اتهط نعم وده يصبح كلامه لكن التوراة بتقول كده بس هو رح كلامه ده دعمه بوسائق بقى يعني مهمة جدا تحبوا تشوفوها أكيد متشوقين نشوف فيديو رقم عشرة ونرجع هناك بقى شيء هم جدا عثر عليه أثار أسوار من الطوب اللبن والتوراة بتقول انه الاسرائيليين استعبدوا في بناء مخازن مدينة العمسيس وفي ثوم في الطوب واللبن الأسوار اللي بتطوب واللبن دي موجودة في المسخطة تحديدا وانها فيها آثار غلال مخازن ما بيقولوا مخازن عمسيس ومعمولة من ايه من الطوب اللبن واللي وجد هنا واللي موجود أثار من الطوب اللبن وفيه أثار للحبوب المصرية المخزنة كانت في هذا المكان احنا محتاجين نسمع الفيديو تاني نعم نسمع تاني الفيديو ده ياريت ياريت يعني يعني أنا عايز وسلم مشاهدين يركزوا يعني الدجايب الأحجار تنطق الحفريات تتكلم نعم اللي هو كان بينكره دلوقت لما جاء حبي يثبت دي في الحلقة التانية بتاعته حبي يثبت بحثه عن مدينة الخروج وفي بحثهم العلماء وجدوا المكان اللي كان فيه بني إسرائيل اللي هو الحقيقة اللي بنوه كمان اللي تكلم عنه الكتاب المقدس مدينتي في ثوم ورعم سيس زي ما ذكرت التوراة تماما الطين اللبن المختلط مع القش نعم قال لك دي أهول إيناهم عايزة تسمع الفيديو تاني ياريت طيب ما عليش المشائل أحباء المخرج ممكن مشكورا عيد لينا الفيديو ده تاني والمشاهدين ركزوا في الكلام لو سمحتوا هناك بقى شيء هم جدا عثر عليه أثار أسوار من الطوب اللبن والتوراة بتقول أنه الإسرائيليين استعبدوا في بناء مخازن مدينة العمسيس وفي ثوم في الطوب واللبن الأسوار اللي بالطوب واللبن دي موجودة في المسخطة تحديدا وإنها فيها أثار غلال مخازن ما بيقولوا مخازن العمسيس ومعمولة من إيه؟ من الطوب اللبن واللي وجد هنا واللي موجود أثار من الطوب اللبن وفيه أثار للحبوب المصرية المخزنة كانت في هذا المكان تعرفوا لما السيد المسيح كان داخل أورشاليم والشعب كان بيهتف حوله وصلنا مبارك وصلنا في العالي مبارك ابن داود وكانوا بيهلله فالكهنة اعترضوا قالوا له خلي هؤلاء يسكتوا قال لهم أقول لكم ولو سكت هؤلاء فالحجار تنطق آدي دلوقتي السيد القيمني استنطق الأحجار استنطق باطن الأرض وحطوا كده في قالب توثيقي صحيح ليثبت أن ما قاله الوحي المقدس في التوراة عن بناء شعب إسرائيل في أرض مصر في تسخيره لمدينتين هما في ثوم ورع مسيس ومخازن ومخازن ألفت انتباهي جدا يعني حتى المخازن اتلقت الغلال المخازن الغلال اللي بنوها المصري اليهود ومذكورة في الكتاب المقدس وهو القيمني هو بنفسه نشوف ربنا برضو يعني خلى القيمني نفسه ينطق بالكلام دا يعني هو اللي بيثبت هو اللي أثبت لوحده ما هو نق بصي هو عنده عدة أفكار كل فكرة تضرب الأخرى ولسه دا عنده أشياء أخرى بنعمة ربحنا أخذها واحدة واحدة نعم انت في الوقت اللي بتنفي فيه كلام الوحي المقدس في التوراة انه أصلا ما فيش اضطهاد دلوقتي جيت نسفته أول مرة لا انه كان في اضطهاد لانه انتعاملوا مع الهيكسوس الهيكسوس دا الفراع فراعنا حاكمه مصري يعني وبالتالي عاوز ينزل عقاب على اليهود الذين تحالفوا حسب نظرية الكلام دا في الكتاب المقدس مش موجود فوجد لهم مبرر هو لازم يكون فيه اضطهاد طيب يبقى إذن فيه اضطهاد يبقى لا حضرتك ولا اللي عدوا لك البرنامج ولا المزيع اللي بيزيع كل الكلام دا انت دلوقتي نسفته تماما الحتة الاخيرة دلوقتي يأتي بكل بساطة يقول لك باطن الارض يتكلم باطن الارض يشهد ان هناك حفريات وجدت ايه الحفريات دي يا استاذنا القمني يقول لك كان في التوراة تكلمت عن مدينتين في سومور عمسيس مخازن نعم اتلاقوا المدينتين وتلاقوا الغلال موجودة نعم وده اللي بناه بني اسرائيل كان بيتكلم هنا عن ايه لما نسى نفسه عايز يسبب مكان المدينة فين نعم لان هو في اخر البحث حب يحط وجهة نظر شخصية لي انه بعض الناس قالوا مدينة الخروج هنا ومدينة الخروج هنا ومدينة الخروج تل المسخوطة لكن العبد لله هو بيقول كده يعني انا ارى ان هنا بز المجهود علشان يسبب هذه الجزئية فانسى نفسه كل اللي قالوا فاسبت انه المدينة دي هي مدينة الخروج ليه علشان كان فيها اثار ما قالت عنه التوراة المدينتين المبنيتين بالطوبة اللبن والقش والمخازن اللي فيها اثار الغلال فانا حابب اني انا الخص الفكرة بتاعت الفيديو الاخير هنا القمني يثبت بالحفريات وقوع الاضطهاد على بني اسرائيل في مصر يثبت من خلال العبودية مكان الخروج ويقول دار عام السيس القمني يناقض نفسه لقد بنا بني اسرائيل مدينتي في ثومر عمسيس في زمن الاضطهاد يبقى هنا احنا عندنا تسلسل يعني الافكار بتاعت الدكتور القمني لو ما عندك شيء او عندك فكرة بعدين عندي سؤال الافكار بتاعت الدكتور القمني كالتالي اولا لم يكن هناك اتهاض على الاطلاق الخروج كان خروج امن دون هرب بعد ذلك اليهوديات قالوا دون حلق ودون عقد عشان بكرة عندنا عرص عندنا حفل ديني بعد كده اتكلم عن سلب المصريين في هذا السياق انا بعتبر انه كل دي موضوع واحد كان بيشكل الفكرة الاساسية اللي مفروض بنى عليها البحث بتاعه ما ينقضهاش بعد كده انت نقطت الكلام اللي في التورا واعتبرته اجزوبة انت بنيت فكرة جديدة التزم بيها بقى لكن انما تضرب فكرتك عشان ترجع مضطرا شئتا ام ابيتا الى منطق التورا لانه دا المنطق الطبيعي للاحداث لا يمكن لشعب بن اسرائيل اللي قاعد في مصر عنده قدور اللحم زي ما حضرتك بتقول بدون اضطهاد يطلع ويسيب المكان ويحتمل القفر والمخاطر اللي فيها اللي فيه اللي نزبت اصلا الحياة فيه صفر لشعب خارج بهذا العدد اثنين مليون باطفال بنساء بماشية الى اخره دا كان السياق الاولاني السياق التاني جاء لا دا كان فيه اضطهاد طيب ايه الفكرة الجديدة الفكرة الجديدة انه بنى انه الخروج كان بعد سقوط اخر فرعون من الهكسوس فبالتالي جاد اسرة جديدة انا ارجح كمان ان هي اسرة جديدة بلا شكل ان الوحي المقدس بتكلم عن ملك جديد لم يكن يعرف يوسف مش يعرف زي ما هو قال تربى في القصر دي حيجرد على في حلقة تانية لانه الزمن كبير جدا نعم هي اسرة جديدة لكن من الذي قال انهم الهكسوس ما هي نظريات كثيرة جدا عن فرعون الخروج اختار هو وحده وبنى عليها وعاوز التورا تؤيد عايز التورا ينسج تؤيد ينسج عليها فلما جاء موضوع الهكسوس فرعون الجديد قال اليهود انتم بتتعاملوا مع الهكسوس بتتحالفوا معهم ضد مصر شوف ضد مصر نعم عشان كده انا قلت لك خيانة يعني متهمين بالخيانة الحتة دي انتم متهمين بالخيانة يبقى لازم تاخدوا حقهم حقكم منهم وذلوهم بأسقالهم يعني ذنوبهم ده كان بيفسره يعني انتقل من مرحلة الدكتور للشيخ دلوقتي بيفسر وبعد كده نفاجأ انه يضرب كل ده ويقول لنا كان فيه اضطهاد لا تعال اقول لكم ده توجدت كمان مكان المدينتين بعد ما كان في البداية مركز انه لدول بيبن بيوتهم الخاصة وانا لما ابني بيتي اكون مضطهد عايز اقول حتة صغيرة لو سمحت خليك معاي هنا عزيز المشاهد بعد ما ذكرنا كل هذا الكلام لما وقع فيه الدكتور من لغط شوف معاي هنا دي كانت العنوان الكبير اللي أنا استخدمته اللغط نتيجة عدم الامانة وعدم الاكاديمية اللغط حيجي من فين ده صح انا اتفق معك يعني هنا شوفنا وضع جديد للقمني بصراحة طبعا له ابحاث طبعا كان يرجع الى المراجع هنا ما فيش مراجع وعنده مراجع استخدمة لملحدين نطع انا استشهدت دلوقتي بفرويد نعم وماءات هو يعني يعني ايضا ملفت للنظر نعم انت بتعتمد بكلام ملحد فيلسوف يعني مش ملحد كمان بيجيب مراجع واصله يهودي يعني يعني دي المشكلة ما هي دي الضربة القاسمة هنا انه تلاقي مسلم او تلاقي يهودي او تلاقي مسيحي اعصر في امر ما ضمن الجالية بتاعته او ضمن المجموعة بتاعته فيخرج ينقلب 180 درجة نعم ده اللي حصل مع فرويد فرويد او غيره نعم فهنا القمني واكذوبة الاتهاد انا بغير كده وبقول القمني واكذوبة نفي الاتهاد مش انه ما فيش اتهاد لا في اتهاد الاكذوبة هي نفي الاتهاد وحضرتك كذبت نفسك بنفسك انا جيبتلك واحد عزيز عليك اللي هو شخصك لا رحت بعد ما ذكرت كل شي نعم قلتلك سيبك من وحيد سيبك من التوران اللي حضرتك مش عايزة نعم خلينا في واحد انت صعب تقول لا انا مش مسدقه صعب تقول انه ده بيتبلع علي ده كلامك ده لسانك ده شهدتك انت يا رجل انت استنطقت الارض لتتكلم استنطقت الحفريات استنطقت الجو في الارض ليخرج لك ما قالته التوراة كلمة الله اللي انت حضرتك بتقول دي ايه اجذوبة ايه رأيك قعد كده مع نفسك واسأل نفسك انت عملت كده ليه ده السؤال الكبير ده سؤال مهم جدا ده اهم الاسئلة بالنسبة لي هو صحيح يعني انا كنت اسمع الرجل واسأل نفسي انت عملت في نفسك كده ليه صحيح انت دلوقت يعني ربنا يبارك في عمرك ويطول عمرك لكن الآتي مش قد اللي راح صحيح طبعا لماذا تختم يعني الايام ببحث بكون مصداقيتك بعد كده مهزوزة انت فين المراجع فين انت استخدمت التوراة ده اكبر خطأ انت واعت فيها دكتور انك اخدت التوراة ما ارجع لك صدقني فرويد كان ازكى منك لان فرويد انا قرأت كتابه قال بصراحة بصه انا ماليش دخل بالتوراة انا هاخد منه اللي انا عايزه حسب مزاجه يعني ده واحد فاكر نفسه عنده منطق وعنده فهم بس صريح واضح نا قال لك انا بخلي موسى ده مصري نا وعايزه يكون مصري وهو لقى الناس السامين دول قال لك انا دول اعمل منهم شعب ويعتنقوا المعتنق بتاعي دي نظرية فرويد واصلا عنده اتنين موسى فرويد مش عنده موسى واحد ده كمان واحد ده فرويد يعني امر مضحك كأنك بتشوف فيلم كرتون الموسى المصري اغتالوه المصريين فيه اليهود فيه مصر نعم موسى الميدياني ده حاجة تاني ده اللي بقى كمل مع بني اسرائيل هذه هي العقول اللي بيصدق الملحدون لانه الملحد ما عندهش ارضية يبني عليها يخدر عقله باي شي هكذا كان بحث الدكتور القيمني مجرد تخدير لم يحترم الملحدين حتى الملحدين اللي بيسقفوه دول صحيح لم يحترمهم صحيح وانا ملزم شخصيا انا وحيد باني اثبت هذا الكلام تحديدا في الحلقات دي وبالاكثر في حلقة يوم 14 يناير يعني انا شفت عمل ربنا في البحث بتاع دكتور سيد القيمني انه ربنا نزع الحكمة من الدكتور فطلع لنا البحث العجيب الغريب ده لانه زي ما انا ذكرت يعني اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون فانت جاي هتضرب فيها انا ده انا الاله هتضرب فيها انا طب انا حسيبك هنزع الحكمة منك وحسيبك لأفكارك بجو نسميناها علم يعني نسميناها علم فانا ده اللي انا شفته لكن انا الدكتور في اول فيديو احنا سمعنا هو بيقول رحلتنا هدفها موقع التجلي العظم صح كده صح موقع التجلي بس ما ينفعش نجي ناخد موقع التجلي نروح المكان نفسه كده على طول طيب ما انت لما رجعت تبتدي برحلة الخروج ليه ما ابتديتش من البداية خالص هي رحلة الخروج بدت من امتى بدت من السلب بتاع المصريين لا يستطيع ولا يجرؤ لا هو ولا فرويد ولا اللي زيهم عارفة ليه لانه الكتاب المقدس حيهشم عزامهم تماما اصلا ده الموضوع بيبدأ بالعبودية ويصل بنا الى الضربات العشر ده ما يقدرش يمسكوا الموضوع ده لانه ده بيسحق الالهة بتاعتهم الالهة المصريين تماما الالهة المصريين البهيمية كما قالها الوحي المقدس في اشعياء 19 تحديدا لانه كانوا بيعبدوا بهايم فبالتالي دول المتمسكين به هو وسيم السيسي والناس دول متمسكين بالالهة البهائم لكن لما يجوا للكتاب الحق يرتجفوا يرتعبوا بيهربوا من الحقيقة او يحاولوا يلفوها فالوحي المقدس يسحق العظام تماما اي حد لا يحترم نفسه امام كلمة الله زي ما حضرتك كده ذكرتي ينزع منه الحكمة يسيبه لنفسه ويا ويل اللي ربنا بيسيبه لنفسه صحيح هذه هي النتيجة يعني بنتمنى انه تكون دي معلش يا دكتور القيماني يعني احتملها من اختك اي حاجة انا عن نفسي بتمنى انه دي تكون قرصة اوزن يعني تخليك تفوق لانه الحياة ما بيجا فيها وقت و حتقابل ربنا اكيد يعني شيء ابينا حتقابل ربنا عايزة اسأل سؤال الوقت انا حضرت طبعا الحلقات بتاعت دكتور سيد القيماني مش عارفة ايه هدف البحث انا حاولت افهم ايه هدف البحث بتاعه ما عرفتش هل انت عرفته لا هو في النهاية عايز ينتهي الى حتة خاصة به العبد لله عرف فين مكان الخروج بتاع بني اسرائيل لكن وسط ده كم الاخطاء انا في كل كلمة باخذوا عليه كل كلمة يسقط في خطأ وبعدين جاب اشياء كده يعني وهمية جدا سأشارك بها المشاهدين طبعا بلا شك الحلقات القادمة تابعونا وحدة والاخرى المفاجآت كثيرة وكبيرة بس الصاعق الكبرى يوم 14 واحد حافظة لولهالكم كده لحد مرة بيدين عمر ونعيش ونيجي مع بعض يوم 14 واحد ده اللي احنا عاوزين احباء المشاهدين ينزلوا حلقات سيد القيماني يعني انا بتمنى تاني وبترجى انكم تنزلوا الحلقات عندكم كل واحد على الكمبيوتر بتاعه ويريد تشوفوها كويس وتركزوا فيها عشان الصعر يا اشكرك انا بشكرك كمان شكرا لك كتير وانا استمتعت جدا بالحلقة استمتعت بالبحث طبعا ما يسمى بحث شكرا لكم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لاجلنا كتير زي ما احنا بنصلي لاجلكم وبنعمة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة اشتركوا في القناة